موسيقى بوليس رسولي لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات محطة تانية أو رسالة تانية اللي هنعدي عليها في رحلة اليوم هي رسالة غلطة حقيقة من الرسائل المميزة ويمكن المقدمة أو الافتتاحية أو الاستهلال اللي استهل بيبولس رسالته بولوس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات مش هتلاقوا الاستهلال ده في أي مكان تاني في الرسائل كلها أغلبية الرسائل بتفتتح ببولس رسول بمشيئة الله بولوس وتميساوس عبد الله لكن الاستهلال أو الافتتاحية الصارمة اللي يبدو فيها بعض الاحتداد أو الصرامة مميزة أو مرتبطة بس برسالة غلطية ونعرف ليه وإحنا ماشيين في خلال رحلة غلطية في خلال الخمسين ديه اللي جاية العنوان اللي أنا اخترته عشان أبدأ به يعني أكسبلور أو أوضح الرسالة هو رسالة غلطية لست أبطل نعمة الله والعنوان ده في يعني في قمة أو في شدة الخطورة معنوان شديد الخطورة لأنه بيثير تساؤل التساؤل ده بيقولي هو أنا ينفع أبطل نعمة الله ها حقيقة طلع بولوس في نفس الرسالة في الأصحاح الخامس بيقول قد قد تبطلتم عن المسيح سقطتم من النعمة فممكن ناس أو إنسان يسقط من النعمة عشان كده النهاردة العنوان أو الساب تايتل المهمة اللي محتاجين نفوكس عليه واحنا بندور جوه رسالة غلطية بولوس بيشاور على إيه أو فين أوجه الأزمة أو المشكلة نبقى حطيني الساب تايتل التاني ده وصاد عنينا أسلكوا بالروح لا تكملوا شهوة الجسد الاتنين دول مرتبطين ببعض لستوا قبط النعمة الله وأسلكوا بالروح لا تكملوا شهوة الجسد خلينا ناخد تمهيد نفهم منه إيه الخلفية بتاعت رسالة غلطية مين هي كنائس غلطية ونعرف هو المشكلة كانت فين يعني هو ليه الرسالة دي اتبعتت وإيه أهمية الرسالة دي هل هي رسالة مهمة نقدر نعتمد عليها في تكوين عقيدة إيمانية معينة ولا لأ هل هي مرتبطة برسالة أخرى أو لأ الحقيقة كنيسة غلطية أو الكنائس التي فيه غلطية أو رسالة غلطية من الرسائل المهمة جد خلينا نعرف موقعها فين بس لأني دايماً بيبقى فين طبعاً غلطية دي منطقة موجودة في الجزء بتاع تركيا دي من بكورة الكنائس اللي بوليس كرز لها في رحلته الكرازية الأولى لو عايزين نعرف background عن الرحلة الكرازية الأولى لازم نرجع لعمل الرسال 13 14 15 عشان نعرف بوليس عمل إيه الكنائس اللي بوليس بيكلمها هنا هم اللي موجودين في المنطقة الجنوبية لغلطية اللي هم تحت تركيا تحت مجموعة من الكنائس الكتير قوي فبوليس هنا بيخاطب حاجتين أو أمرين بيخاطب جماعة المؤمنين في كنائس غلطية المتفرقة في علدة بلدان اللي هي لكاونية وأيقونية وبرجة ومبانفلية ولسترا ودربة اللي لف عليهم في رحلته الكرازية الأولى بيخاطب جماعة المؤمنين اللي في الكنائس دي وبيخاطب إيمان جماعة المؤمنين فأنا عندي هنا أمرين في رسالة غلطية جماعة المؤمنين وإيمان هذه الجماعة بوليس وهو بيجوز الرحلة التبشرية الأولى تعرض للطهاد شديد جداً وهو بيكرز بالمسيح تعرض من الطهاد من اليهود والطهاد ده اختتم في آخر الرحلة وهو في لسترا رغم إنهم استقبلوا في الأول استقبال حافل كأنه إله لكن ضرب من اليهود بشدة لدرجة إنهم ظنوا أنه مات وهو بيرجع في أصحاح رقم 6 للجزئية دي بيقولي أني حامل في جسدي سمات الرب يسوع لأنه لو بنيجي على الجزء اللي ليه علاقة بالجسد اللي هو البادي الفلش اللي هو السومة يعني فأنا حامل في جسدي سمات الرب يسوع إنتوا شفتوا ده استمرت رحلة بوليس في الكرازة من 45 ل 48 بعديها سبهم ورجع أرشالين كانت تقريبا سنة 49 وقت ما بعت لهم الرسالة يعني سبهم سنة وراح بعت لهم الرسالة ليه طيب بعد سنة بعت لهم الرسالة لما نعرف الطابع بتاع الشعب بتاع كنائس غلاطية اللي هو طابع الكلتي هم يعني بيطلق عليهم الجلطاي أو الكيلطاي من أيام إمبراطور أو قيصر روما يوليوس قيصر قرن 44 أو مية ل44 قبل الميلاد كان بيأصفهم بأوصف معينة كده تفهمنا إنهما شعب شرس قوي متهور ومتقلب يعني بيغرى إيوه متقلب حتى في تعاملهم مع بعضهم البعض وواضح إن الجين ده اتصرب لغاية الوقت اللي كان بوليوس موجود فيه معاهم لأنه بينتقل على طول بعد أول آية في أصحاح واحد بوليوس رسول لا من الناس ولا بإنسان للأصحاح أو العدد اللي بعده على طول العدد خمسة أو ستة بيقول إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا من إنجيل الذي دعاكم إلى إنجيل آخر يعني ده أنا سايبكم سنة 48 سنة وانتقلتم إلى إنجيل آخر فده الطابع اللي سائد على الشعب بتاعك نائس أو جماعة المؤمنين اللي موجودين في غلاطية وده بيفهمنا ليه بوليوس بيقولهم إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا من إنجيل الذي دعاكم إيه أهمية الرسالة بتاعت غلاطي هل هي رسالة مهمة هي رسالة مهمة جدا لدرجة إنه البعض بيطلق عليها الماجنة كارتا المسيحية أو وثيقة أو ميثاق الحرية المسيحية وثيقة من أهم الوثائق اللي بتوثق الإيمان المسيحي في ذلك الزمان ووثيقة قديمة جدا واللي كاتبها أو أصلتها بترجع إن اللي كاتبها بوليس الرسول نفسه لدرجة إن أحد اللاهوتين اسمه باور بالألماني هو واحد من مؤسسي أو هو مؤسس مدرسة توبينجن اللاهوتية واحد متطرف الفكر جدا في النقد الكتابي يعني بيشكك دائما في أصلة رسالة بوليس من جهة زمان كتبتها ومين اللي كاتبها إلا إنه رغم كده إنه اتفق إني غلطية واحدة من رسالة لبوليس رسول كتبها بنفسه لذا هي وثيقة أصيلة وكمان واحدة من أهم أربع رسائل كتبهم بوليس أولهم روما كورنس الأولى والتانية وغلطية أولهم مش من جهة الترتيب الزماني أولهم من جهة ترتيب الكتاب المقدس إيه مشكلة الكنائس اللي موجودة في غلطية هقولها هنا باختصار بريف كده هناخدها بالتفصيل وإحنا ماشيين قلنا عشان نفهم أكتر إيه هي كنائس غلطية والخناقة كانت فين نرجع لعمل الرسول 13 14 15 وكمان ممكن نرجع لـ 21 الرسالة بتضاد أو بتقون أو أغدى البروفايل الدفاعي ضد مجموعة من اليهود المتنصرين الغيورين للنموس بيهجموا بوليس شخصيا وبيشككوا في إنجيل بوليس وفي رسوليته ليه؟ لأن هم طلبين إن كل من هم في الأمم عشان يبقوا مسيحيين يختتنوا فبعد ما بوليس رجع الجماعة دول جم من عندي ادعوا إن هم جم من عندي عقوب وعقوب أنكر الكلام ده فيما بعد هناخدو هل ما بعتناش حد يعني بيقولوا إنه يشككوا في بوليس وفي رسوليته وخلافه وده اللي خلى بوليس في عدد 18 في غلطة أربعة ولهم حسنة هي الغيرة في الحسنة كل حين وليس حين حضوري عندكم فقط يعني أنتم يعني حلو إن إحنا يبقى عندنا غيرة بس مش لما أنا أجي بس تتظاهروا بالإيمان ومجرد ما أنا أمشي وأرجع واسبكم ترتدوا عن ما عن الإنجيل اللي أنتم تم كرازتكم بيه الأزمة في غلطية بوليس الرسول بوليس رسول لا من الناس ولا بإنسان هسأل أسئلة ما تستغربوش من الأسئلة لأن إحنا النهاردة يعني زي ما بونا فتتح اليوم مش بنتكلم على كنيسة محلية أو مبنى مجرد أو مجتمع كنسي معين لكن الأسئلة اللي هسألها تخص الكنيسة فممكن يبقى الإجابة عندك بالإجابة بينما أحد الأفراد في كنيسة خارج مصر يجاوب بالنفي فمتستعجلش في الإجابة أو في الحكم لكن نمشي معي في الأسئلة لأن الأسئلة دي مهمة كيف ترى كنيسة الكنيسة أو كنيسة اليوم بوليس الرسول والأسئلة دي ليها objective هنفهمه وإحنا مشين بس ركزوا في الأسئلة وجوا جواك ومتاخدش انطباعه عن الأسئلة ما تسبقش الأحداث يعني تقول ليه بنيسة الأسئلة دي هل هو ذاك النجم اللامع في سماء الكنيسة يعني بوليس ده هو النجم الشايني اللي كل ما يدخل محفل يكتب له أوتوغرافات أو يمضي على أوتوغرافات وبعايز الناس تقف تتسوي ليه فانز وكده لهوتي الكنيسة ده تصنيفه هل هو ده فإلى سوف زمانه ومباحث عصره أم رسوله ببرهان الروح والقوة إيه تصنيف بوليس في كنيسة اليوم مش بتكلم عن الكنيسة اللي في الشارع X اللي موجودة جنب العنوان الفلان لا بتكلم على الكنيسة بالتعريف الأشمل هل هو رسولا بيسوع المسيح هل هو فعلا رسول بيسوع المسيح وله هو مرسل وخلاص ولا احنا ما نعرفش طب إنجيله لبيوكرس بيه كيف نال إعلان إنجيله جاب منين للإنجيل لبيوكرس بيه لكرس بيه لكنيسة روما لبيوكرس بيه لكنيسة غلاطية واللي هيكرس بيه بعد كده لكناس أخرى واحنا ماشيين في رحلة اليوم جابه منين هل جابه من عند قدمي غملائيل غملائيل العرابي العظيم معلم النموس اللي كان بيطلق عليه مجد النموس The glory of the law هل هو محرف لإنجيل المسيح يعني غير شوية حاجات according to his point of view بناء على وجهة نظره على هواه الشخصي وله هو عنده منظور إعلاني مختلف شاف كل ما هو في النموس والشريعة بمنظور إعلاني مختلف هل نرى مجدفا على كنيسة الله هل فيه ناس النهاردة بتحكم على بولس كده maybe or maybe لا دعيا إياها أن تحيا حياة حياة الاستباحة يعني هو بيجدف على كنيسة الله لما بيدعو الناس للحرية فبيدعوهم أن هم يحيوا حياة الاستباحة وياخدها بعيد عن حياة الطقوة والطابع النسكي وأعمال الجسد وأعمال أصد أعمال الجسد النسكية هل ده تصنيف بولس في كنيسة النهاردة هل ده تصنيفه عندنا هل إحنا نعرف ولا هل إحنا ما نعرفش عندنا إجابة ولا لا ننتقل للنقطة التانية طب لو كنا مع يهود أرشاليم في زمانه يهود أرشاليم مش اللي هم المتنصرين الغيرين للنموس يهود أرشاليم اليهود يهود مجمع أرشاليم كنا هنحكم عليه بإيه كنا هنشوفه إزاي كنا هنبقى لابسين أنهي نظارة خد بالك لأن ده تريكي جدا أنت لابس أنهي نظارة إحنا لابسين أنهي نظارة هل نظارة النظارة اللي ليه علاقة بالنظرة الذاتية النظارة اللي مبنية على تراديشنز عوائد يعني أنهي نظارة لو أنا مع اليهود دول كنت أحكم على بولس إزاي هشوفه كافر مرتدت عن الشريعة ده عين الجميع بالتخلي عنها وده انتسب ليه فعلية ولكنها سنهاجمه بسبب أنه وادعه بإنجيل لا يناسب الشريعة أو النموس مش بيناسب العوائد اللي احنا بنقولها كنا هنهاجمه عشان كده ولا هنعمل إيه ولا مغيب إنسان بيدعي أنه هو رأى رؤية للعلم الرؤية اللي شافها بولس والدعوة اللي استلامها من المسيح محدش سمعها غيره ومين تاني واللي كانوا معهم ما سمعوش حاجة يعني هم ما شافوا بس ما سمعوش حاجة لكن كان فيه شخص آخر أعلن ليه إن بولس ده إناء مختار ليه اسمه حناني بس محدش تاني شاف ده من درجة أنه فيه أحد الفلاسفة في قرنة 19 اسمه إيري نان هو فرنسي الجنسية سمعوش أقول أكسنت الفرنسي يعني يعني جمع ولخص كده دراما لكل اللي تقال على بولس بما يختص بأن دعواته دي دعوة كان فيها مش حقيقية يعني دعوة حصله فيها غيبة للذهن وعقله أخذ لأنه كان في رحلة شقة إلى دمشق ورياح دمشق الحرة مع الشمس اللافحة مع إحساسه بتقنيب ضمير شديد بسبب اللي عمله في المسيحيين وبسبب قتله لإستفانوس أو موافقته على قتل إستفانوس وخلافه قدت إلى أنه دخل في حالة نفسية فيها نوع من أنواع الاكتئاب والهذيان وتهيئات لحاجات فعلية ما حصلتش فدي مش دعوة أصلا يعني ده مجرد يعني هذيان يعني غيبة عقل إحنا هنحكم عليه هذا الحكم لو أنا مع يهود أرشاليم هبقى بايز دي ناحية الحكم ده هحسه أنه هو جاي على هواية يعني مور تورد زيس جدجمنت هحس أن أو يعني هو بيدعي ده راجل عنده حاجة في دماغه وحصل له مشكلة شوف هلاوس فدعويته دي مش حقيقية طيب لو أنا مع اليهود المتشددين اللي دخلوا المسيحية اللي أنا بتكلم عليهم النهاردة في رسالة غلطية اللي هم اليهود المتنصرين الغيرين للنموس كنت هشوفه إزاي بقى أنا بحاول أديكو تلات نظارات وكل نظارة لها أفق وكيبقى دايق شوية أوسع حتى محدود متأثر بخلفيات معينة باني المنظور بتاعه على ترديشنز وأفكار محتاجة فحص ده اللي أنا عايز أروح به معاكم فلو أنا مع اليهود المتشددين هبصب عنينا الدارة أشوف الرسول برضو ولا مدعي الرسولية لأن هم افتروا عليه هذا الافتراء مختل الأراء يعني بقول الأراء مختلة مناقض نفسه ده اللي كان بيقول لأن ده كان عمل بوليس قبل أنه هو يدخل المسيحية ويتغير منظوره كان بيقول يجيب كل الناس المرتدة عن اليهودية ويجرجرها يا إما يرجعوا يا إما يرميهم في السجن فهو كان بيقول زي ما وصفه إنجيل متة أو زي ما المسيح وصف ده في إنجيل متة كان بيقول يجول البحر والبر اللي يرد المرتدين باللين كان أو بالقوة حتى بالقتل يكرز بالنموس وشريعة الختان وحفظها ده كانت دعوته زمان دي كانت شغلته كانت كراسته هو متربي على كده فهلأ أنا هشوفه لو أنا مع اليهود المتنصرين دول هشوفه مناقض لنفسه يعني أنت كنت بتقول حاجة بلقتي بتغيرها أنت راجل مناقض لنفسك أما ابن عاق رفعت عاحت الختان كان الشاب اليهودي في سن الثلاثتاشر سنة بس بيبقى حفظ النموس بيسمى ابن الوصية فهلأ أنا هشوفه ابن عاق يعني ده اللي استلم النموس وكان يعني كان راجل رول موديل هلأ أنا هشوفه ابن عاق لأنه رفض ده ده له كتف يعني ولا هنكلنا هننضم لهذه العقلية الجمعية اللي صوتها عالي لدرجة أنها كانت محتدة بشدة هنشوف ده في السلايد اللي جاي الناس دول كانوا بيصطدم اصطدمات شديدة مع الرسل في الكنيسة الأولى فده الصوت العالي وقتها فهلأ أنا هنضم إلى هذا الصوت وأشك كفير رسوليته وابتدي أصنفه كرسول صاحب رسالة هزيلة أو مختلة الأركان يعني محتاجين نراجع اللي بيقوله الرجل ده يعني أنا يهودي متنصر وهو بيكرس بالمسيح نحن للاتنين دخلنا اليمان المسيح بس أنا شايف أن رسالته مختلة هبتدي أصنفه طب إيه المعيار اللي كنا سنختار به أو سنختاره لنقيم بوليس عليه الشريعة بتاعتنا background وللإنجيل لو أنا هنضم إن أنا أشكك في رسوليته إيه المقياس أسئلة كتيرة الحقيقة مش أجاوب منها ولا سؤال سأسيبها معاك وكده هنجاوب وإحنا ماشيين يعني لكن نشوف المفارقة الأولى الأزمة فيه غلطية المفارقة الأولى هتدينا لمحات عن الإجابة أول صدام هو شخصيا قال إنه افتري علينا وقد أخبروا عنك ده يعقوب بيقول لي بوليس في سفر الأعمال وقد أخبروا عنك أنك هتعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتدادي عن موسى كان فيه صراع مع الكنيسة الأولى شديد جدا من جهة هذه الجماعة والصراع ده ابتدى ياخد بوليس في الموجة العالية بتاعته بدرجة شديدة ابتدوا يشككوا في إنجيل الكرازة بتاع بوليس شخصيا عشان كده في أصححات رسالة غلطية بوليس بيشرح إنجيلي أنا استلامته منين أنا مخدتوش من إنسان أنا خدته بإيه خدته بإيه بإعلان إنجيلي أنا خدته بإعلان وبيوضح لهم أنه عرض هذا الإنجيل على المعتبرين أعمد وما واجهش أي ملامة منهم على إنجيله فالافتراء الأول تشكيك في التعليم فهؤلاء القوم ببتدوا يشككوا في تعليم أو الإنجيل اللي بيكرس بوليس رقم اتنين تشكيك في رسوليته فبتدوا يقولوا إن بوليس ده رسول يعني مرسل من الناس مش مرسل من الله فرسوليته وإنجيل كراسته مشكوك فيه لأنه ممكن يبقى استلم واستلم خطئ فبيكرس بتعليم مش مظبوط عشان كده هو بيفتتح الرسالة بالجملة دي ودي مميزة جدا لرسالة غلط يا بوليس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الذي أقامه من الأموات إيه المفارقة بقى إحنا قلنا أن دعوة بوليس ما شافهاش غير بوليس صح؟ هل بوترس شاف دعوة بوليس؟ هل يعقوبة ويحنى رأوها؟ ما شفهاش لكن وكنت أتوقع أني أني أول ناس ترفض بوليس في الشركة معاهم في الكرازة والعمل هم التلاميذ ليه؟ لأنه شخصيا بيقول عن نفسه أنا كنت بطهت كنيسة طلاب بشدة بافتراء وكنت شاهد على قتل استفانوسو فهو اللي كان بيعني هائج على الكنيسة وكان محتد عليها فمن المنطقي جدا أني أول جماعة ترفض أنها تعطيله الشركة هم الجماعة اللي اضطهدهم لكن ما شفناش ده مع صفا ولا يعقوب ولا يحنى مع بوترس أو يعقوب ويحنى بل بالعكس أعطوا له زي ما هو قال يمين الشركة ليه؟ لأن الكنيسة الأولى أو الكنيسة يعني مش الأولى بس الكنيسة في كل زمان عندها روح الإفراز والتميز عندها المنظور اللي واغدا بالإعلان مش بالهوى الشخصي فتعرف تميز أما الآخرين فلم يقبلوا بل زي ما قلنا من حبة أنهم ابتدوا يشككوا ويفتروا عليه في رسالته ومصدقيتها ومصدقية إنجيله شاقف النقطة دي كتير هنقول عن النقطة التانية ودي اللي أنا استوقفتني أكتر يعني الأزمة في غلطية اتنين قوم يزعجونكم ولكن بسبب الإخوة الكذبة ده بوليس بيكلم كنائس غلطية المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا ما لهم دول بيزعجونكم أنتوا بتتحولوا عن الإنجيل اللي انتم كورستم بي لإنجيل آخر ليس هو إنجيل آخر إلا أن في قوم بيضايقوكم بيوزعزعوا إيمانكم بإنجيل تاني خالص غير اللي إحنا كرزنا به ليه؟ عشان يتجسسوا حريتنا في المسيح أنا الصراحة كنت بسأل نفسي ما تسيب؟ ما تسيبهم يا اختتنوا يعني إنت متضايق ليه؟ يعني ليه الموضوع كبرون؟ إحنا مختلفين لسه دينا كانت بتقول إن في قضايا معانا هنقف عليه هو في قضايا بيعبر أو بيتجاوزها وفي قضايا معينة لأ مش هنعدي النقطة دي فأنا سألت ليه مش هنعدي النقطة دي ما تدعهم يختتنوا سيب لكن لقيت إنه وصفهم بأوصف صعبة جدا أول آية سبعة غلطية واحد إنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح تمانية ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيمة تاني كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيمة يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا ودي أصعب جدا ولكن بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية كلها ألفاظ صعبة الحقيقة الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حرياتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا كلها ألفاظ صعبة وكل ده أنا بتساءل ما تدعهم يختتنوا والأزمة تتحل لكن لقيت الإجابة يعقوب شخصيا وصفهم نفس الوصف في أعمال 15 كي أقولت لكم رجعوا لأعمال 15 إذ قد سمعنا أن أناسا خارجينا من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقالين أنت اختتنوا وتحفظ النموس الذين لم نأمرهم الذين نحن لم نأمرهم حتى يعقوب يتخلى عنهم ما لهم بقى الناس دي والمشكلة الحقيقية هي أعمال 15 وغلطية أصحاح 4 و 6 بيقول كده وانحضر قومه من يهودية وجعلوا يعلمونا الإخوة أنه في أعمال 15 إلا متختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن إيه تخلصوه والموضوع يستدعي أن بوليس يقف وقف لأن إحنا هنا بنعمل إيه بنغير إنجيل المسيحي إلا متختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوه بوليس بيكمل كمان يغارون لكم ليس حسنا غيراتهم عليكم هما بيحثكم أنكم تختتنوا هذه الغيرة ليست غيرة حسنا بل يريدون أن يصدوكم يرجعوكم يعني لكي يتغاروا لهم أصحاح 6 جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد اللي عايزين يعملوا منظرا حسنا في الجسد برا يعني الجسد اللي هو المقصود به سومة الفلش البادي اللي عايزين يظهروا إيمانا وتقوى في الجسد هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لألا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون النموس بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم يعني الناس دي بتغير عليكم غير بطلة مش حقيقية مزيف عايزين يصنعوا منظر حسن في الجسد تقوى خارجية مظهر خارجي لأنهما مش عايزين يكتازوا أو يضطهدوا لأجل صليب المسيح هو نفسه بيقولهم وأنا لو كنت بقى أكرز بالختان فقد بطلت عثرة الصليب أو اضطهد لها ندلوقتي لكن أنا مش بقى أكرز بالختان أنا بتحمل صليب المسيح هنقول الكلام ده بعد شوية أفق النموس ياخدنا السلايد اللي فات للسلايد اللي جاي أفق النموس ما في أزمة بقى حقيقية إن لم تختتنوا مش هينفع تخلصوا فده بياخدنا بقى إيه إيه الخلفية بتاعة الموضوع إيه خلفية الختان إيه خلفية موضوع النموس إيه الخلفية والآية دي آية محورية موجودة في غلاطية 3 و 21 بتقول إنه لو أعطي نموس قادر أن يحي لكان بالحقيقة البر بالنموس هل النموس قادر أن يحي؟ يا خالب بعض البعض بيظن أني بوليس واخد theme of يعني واخد التوجه أني يضع الإيمان في مقابلة أو في مقابل في مقابل الأعمال عشان كده في بعض ناس بتتهموا أنه هو الدعوة الدعوة بتاعته مختلة نقصة أنت بتتكلم طول الوقت عن الإيمان وبتدعونا أن احنا من أعملش أعمال شو تكلمنا عن الأعمال أو بتدعو طول الوقت للإيمان بشكل في حرية احنا مش عارفين أبعدها إيه وحسين بحتة كده أو نخاف منها أن يبقى فيها استباح لكن رسالة غلطة مش بتقول كده خلص هنشوف ده برضو وإحنا ماشيين عشان كده في بعض الناس بتقول أن إنجيل بولس قد يكون أو كرازة بولس نقصة رسالة الإيمان فقط لهو مش بيضع الحقيقة الإيمان قصاد الأعمال هو بيضع الإيمان قصاد أعمال الناموس ليه؟ لأن الماين ست في هذا الوقت مع هذه الجماعة بيقول كده أنه التبرير اللي لم تختنه تختتنه مش هتخلصه ما هو بقى أفق الناموس الخلفية بتاعة الناموس اللي اللي المفروض تبقى عندنا ونبقى فاهمين أزمة بولس معها إيه الناموس هو إناء خزفي يحمل بداخله طيب سر المسيح يعني هو إناء خزفي حامل بداخله طيب سر المسيح وفيه وقت هيستعلن فيه كل ما يحويه من أسرار أنا هقرأ الشرح بعد كده نروح نبص عليه في الأعداد عشان نفهم الأعداد بنظرة تانية وفيه إطار العلاقة مع الله في يسوع المسيح ليس الناموس هو الغاية لكن أفق الناموس في وقت معين إنه كان مؤدب إلى المسيح يؤدبنا إلى المسيح زي ما بولس بيقول في قلطية لحين ما جاء المسيح وإعلان السر وبالتالي كنا تحت الوصية هو بيقول كده كنا تحت الوصية كنا تحت الوصاية قصر يعني أو كعبيد أفعل ولا تفعل إن عملت ده تحيا بي إن لم تفعل ده مش هتحيا بي فكنا تحت الوصاية العبد لا يرث عبيد تحت الناموس العبد لا يرث والقاصر رغم إنه ليه كل شيء لكنه إيه بردو لا يرث وبالتالي ما هو أفق الناموس أفق الناموس مؤدبنا إلى المسيح إلى زمان استعلان هذا السر تمام إيه هو أفق الحياة مع الله على حسب ما بيقدمه بولس أني أكون وارث مع الله في المسيح على حسب رسالة غلط تعال نشوف كده الأعداد الأعداد بقى بتقول اللي أنا شرحته في الأول عشان ما نقراها نقراها بالمنظور ده فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط يبقى الناموس لغاية وقت إلى أن يأتي النسل الذي وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح ده الأفق بتاعه لكان تبرر بالإيمان ولكن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح أنا شيلت الآية دي من النص بس الآية دي برضو مهمة لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح فليس عبد حر ليس يوناني ليس يهودي إلى خلاف لأن الكل واحد في المسيح فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم ما له نسل إبراهيم ده لما نسمع نسل إبراهيم ده دلالة على إيه دلالة على إنه وأما نحن أيها الإخوة فنزير إصحاق أولاد الموعد إحنا نسل إبراهيم أولاد الموعد بالإيمان لما تولدنا للمسيح في المعمودية لما ختمنا بختم الروح القدس وأصبح الروح القدس سكن فينا فنزير إصحاق أولاد الموعد لكن ماذا يقوله الكتاب أطرد الجارية وإبنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر وفي الأعداد دي هتلاقوه في نفس الأصحاح بيشرح إن ابن الجارية هي أورشاليم الأرضية لأنها مستعبدة مع بنيها لكن سارة هي أورشاليم السمائية الحرة وإحنا أبناء أورشاليم السمائية الحرة اللي مش تحت عبودية اللي مش تحت قوالب إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحر وحسب الموعد ورثا ثم بما إنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب إذ لست بعد عبد بالاب وإن كنت ابنا فوارثا لله بالمسيح بل بالعكس صار النموس أنا بكمل على السلايد القبل اللي فاتت صار النموس اللي هو مقياس الكمال أو معيار الكمال بدل ما هو أداة تخلي الإنسان يصنع البر بقى أداة للحكم ليه أداة للحكم لأن قياس النموس لم يستطع الإنسان أنه يتاتشت يعني ما قدرش يوصل لبر نموس عجز عن أنه يوصل لبر نموس ما قدرش فصار النموس أداة للحكم لذلك أخلق الكتاب على الكل تحت الخطية تحط النموس اللي هو المقياس جنب الناس تلاقي الناس ما لهم متعدين إذن محكم عليهم بإيه بالموت ده اللي بيقولوا الأعداد اللي جاي لأن جميع الذين هم من النموس هم تحت لعنة لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب النموس ليعمل به المسيح افتدانا من لعنة النموس إصار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة لنصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع لننال بالإيمان موعد الروح إنه لو أعطي آية الجاية دي مهمة ومفتحية شكرا حطيتها في السلايد الأولانية إنه لو أعطي نموس قادر أن يحي لكان بالحقيقة البر بالنموس لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون يعني الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون أسئلة احنا عرفنا الباكجراوند بتاعت النموس والنموس بيقول ايه ووضعنا تجاه النموس واللي مفيش بر بالنموس طب أسئلة ومال احنا نفتخر بايه يعني ده لسان حالهم هما نفتخر بايه لسان حال اليهود اللي كانوا بيسألوا أسئلة اليهود المتشددين اللي غيروا للنموس بماذا نفتخر مش دي علامة العهد مع إبراهيم وبيحصل أحيانا خدوا بالكوا احنا الماين سيت هنا ايه بولس بيكلم الجسد اللي فيه كناقس غلطي او الجماعة اللي في الكنيسة او الكنائس بتاعه الغلطي فالماين سيت مش مفروض نفتخر بما هو ظهر مش مفروض نفتخر بأعمال التقوى مش مفروض نفتخر بعلامة العهد وما نفتخر بايه طبعا يعني الكلام اللي انت بتقوله نعرف نفهم منه والقاتي دي ندارة اني نجعل الحرية التي في المسيح فرصة للجسد خلاص كل واحد يعمل اللي هو عايزه او عشان ما نجعاش الحرية التي في المسيح فرصة للجسد نحط النعمة تحت وصاية النموس فنشوف النعمة بعنين النموس مش النموس بعنين النعمة نحط دي تحت دي او انا احترت فبسأل طب كيف لا قبط النعمة الله يعني لو كل الافترضات دي الفروض دي مش هتنفع طب كيف لا قبط النعمة الله كيف لا اسقط من النعمة الآية الاولى اللي كنا حطينها في اول سلايد ندارة ندارة الاعلان منظور الاعلان الجديد اللي اخد بوليس هي قدر يوضح ده الآية الاولانية ضفت عليها آية تانية عشان نفتكر لست قبط النعمة الله ده انه ان كان النموس بالنموس يبر فالمسيح اذا مات بلا سبب فغلاطية خمسة شوف ان دي بتكمل دي قد تبطلتم عن المسيح ايها الذين تتبررون بالنموس قد تبطلتم عن المسيح يوه الذين سقطتم من النعم ينفع انسان يسقط من النعمة اه فاخدوا بالك طب نعمل ايه بقى عشان ما نتبطلش ايه او عشان ما نبطلش نعمة الله او عشان ما نسقطش من النعمة طيب بسلكوا بالروح لا تكملوا شهوة الجسد هي مش بتكلم على الجسد اللي هو ده اللي هو الفلش اذ انقستم بالروح فلستم تحت نموس ايه هو الجسد وايه هي عمال الجسد الجسد اللي بتكلم عنه هنا بولس جيه بمعنين في الايات اللي جاية هنا الطبيعة القديمة الانسان القديم اللي بيعبر عن نفسه من خلال هذه الاداة اللي بيعبر عن نفسه من خلال الاهواء والافكار اللي بتخليه يفكر بمنظور خاطئ محتاج يبص بصة اعمق من كده على منظوره محتاج ان منظوره يتحرر محتاج ان منظوره يتحط تحت نعمة الله يتحط تحت النور فالجسد اللي احنا بنتكلم عليه هنا هو الانسان او الطبيعة القديمة اللي بتعبر عن نفسها فين في اعمال الجسد اللي هي الفليش بقى البادي او في الافكار وطريقة التفكير والذات المزيفة وخلافة بتلاقي بولوس بيوضح ده هناخد منهم بس كده لفتات صغيرة عشان ما نقفش عندها كتير اعمال الجسد ظاهرة التي هي زنن عهارة نجاسة ضعارة عبادة الاوثان وطبعا عبادة الاوثان في كنيسة اليوم مش مقصود بها بس عبادة الاوثان بالمفهوم بتاع القرن الاول والتاني لا بنتكلم كمان عن عبادة الاوثان اللي ممكن يبقى فيه منها تصوراتي انا الشخصية اجندتي انا الشخصية افكاري الشخصية قوالب ذهنية معينة صح عداوة خصام خدوا بالكم الحاجات دي لان الحاجات دي تعبير عن الطبيعة القديمة الحاجات دي ممكن تخرجنا او مش تخرجنا ممكن نتحط تحت أمبرلة سقطتهم من النعب لاننا بنندرج تحت الاجزاء دي من غير ما نشعر بيننا عداوة خصام غيرة سخط تحزو شقاق بدعة كل الحاجات دي محتاجين نقفشها حسد قتل سكر بطر لانا كن معجبين معجبين يعني ايه شفتني وانا متضع خدت بالك انا مش بقول كده بس يعني ايه بعض الايماءات واليحاءات والتعبيرات اللي شفتني الحمد لله نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا نحسد مش يعني شف فلانا بس عندها شنطة احلى من شنطتي فهي عندها شنطة مش مقصود بس كده مقصود ان فلان موجود ظاهر وبنخش فيه مقارنة فيحصل جدجمنتل او يحصل جدجمنت سوري يحصل جدجمنت فبتدي اقول ايه لكي اظهر انا لابد ان هذا الاخر يحصله ايه شيله لو سمحت فبايدي فولت العقل اللا واعي اللي هو مخزن فيه كل الحاجات اللي انا محتاجة اقفشها من غير ما انا ابقى ملاحظ عشان كده انا محتاجة ابقى يقز يروح يزقيني اني تصرفاتي واللوبيينج وكلام من هنا وكلام من هنا عشان اعمل ايه اشيله انا عايز ابقى افضل من خلال ان هو يبقى اقل انا موجود اذا الاخر لابد انه ابقى مش موجود نموس الحرية اللي هو عكس النموس اللي بيتكلم عن ختان ظاهر في الجسد بيقول كده فانكم انما دعيتم للحرية غير انه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد قديس بوليس بيتكلم هنا عن لا تصيروا الحرية فرصة للجسد مش مش بيضعوا للاستباحة او للتغاضي عن الاعمال بل بالاهاي الاعمال بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا لان كل النموس في كلمة واحدة تحب قريبك كنفسك الفكرة ده بيقكوا مع نفس الكلام اللي جاي في رسالة روميا تحب قريبك الى نفسك الى اي مدى اسأل السؤال اللي سئله الرب يسوع كم مرة يخطئ ليه وانا اخفر له كم مرة قريب يخطئ ليه كم مرة اقدمه على نفسي كم مرة ابذل نفسي لاجله كم مرة ارفعه في ضعفاته او الكامهم لما يخطئ كم مرة هو ده النموس نموس المحب وبيقولهم كده فان كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا اعرفوا كده فانظروا لالا تفنوا او تفنوا بعضكم بعضا هتخلصوا على بعض فاخدوا بالكم انتم تسلقوا بانهي نموس احنا نلنا التبرير بالايمان بالمسيح وذكرنا بالتفاصيل لكن عايزين ناسلك بالنموس هو بيقولهم كده تسلكوا بالنموس طيب انا هقولكم نموس المحبة بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا نموس المسيح ايوها الاخوة ان انسبق انسان فاخذ في زلة ما فاصلحوا انتم الروحانيين وده دينا تكلمت عندهم في اخر المحاضرة بتاعتها مثل هذا بروح الوداع تاني فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع بروح الوداع لانهي درجة لدرجة الولكومينج اللي دينا كد بتقول عليه نظرا الى نفسك لقال لا تجرب انت ايضا احملوا بعضكم اثقالة بعض وهكذا تمموا نموس المسيح عايز تسلك حسب النموس بولس لغلاطية نموس المسيح نموس المحبة السلوك بالروح كتير قوي نتكلم على السلوك بالروح بس احنا كتير ما بنبقاش عارفين ابعاد وافق واعماق السلوك بالروح لان السلوك بالروح عمل اخلاقي عمل اخلاقي وبيبقى شريك في هذه الخبرة مش الروح بس اللي بيبقى شريك في هذه الخبرة الكياني الانساني كله بما فيه جسده بيقول كده هو السلوك بالروح لألا نبطل نعمة الله السلوك بالروح مع المسيح يسلط انساني العطيق صلب اهوائي بحيدها زي ما ابونا كان بيفتتح في الاول ده موضوع مش بيجي كده ده محتاج ذهن متحرر برضه مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيه فما احياه الآن في الجسد فانما احياه في الايمان ايمان الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي لذلك لاست ابطل نعمة الله مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيه لذلك لست أبطل نعمة الله آية تانية بل يريدون أن تختاتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم افتخر التقوى الخارجي لكن عايز أقولكم بماذا تفتخروا عشان سألنا السؤال ده أما من جهتي فحش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأعلنت موتي عن العالم وقبلت موتي مع المسيح وقبلت موت الطبيعة القديمة وأنا للعالم لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة وختامة هو بيقول لهم كده لو عايزين بقى نتكلم على علامة في الجسد سمة في الجسد السمة دي بتقول زي ما أنتم بتتكلموا عن الختان كده عايزين سمة في الجسد هكلمكم عن سمة في الجسد اللي هو الفلش اللي هو البضي اللي هو اللحم قدامي فيما بعد لا يجلب علي أحد أتعابه لأن حامل في جسدي سمة الرب يسوع في أعمال الربع عطاشر لما كنا منتكلم في الأول ثم أتى يهود من أنطقيا وأيقونية وأقنع الجموع فرجم بوليس وجروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات يعني كمان من جهة الجسد من جهة سمة الجسد العلامة السيمي أنا حامل في جسدي سمة الرب يسوع خلاصة لست قبط النعمة الله بسلكوا بالروح لا تكملوا شهوة الجسد والمكدو لله دائما الأبدي ترجمة نانسي قنقر